موسيقى مجدد لهم الأخبار الاقتصادية أهلا بكم بداية نشرف وزير والنقل عبدالله منجي على الاطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المنائي وهي عبارة عن منصة مجتمعية وطنية تمنح المتعاملين إمكانية تبادل البيانات بطريقة آمنة وإدارة المتابعة المادية والإدارية والتجارية للبضائع تأتي هذه الخطوة في إطار رقمنة القطاع وعصرنته للقضاء على البرقراطية تم اليوم تنصب فوج عمل مشترك بين قطاعات الصناعة الفلاحة والموارد المائية بغية التنسيق من أجل تعزيز الانتاج الفلاحي من خلال توسيع قدرات التخزين ورفع مردودية الانتاج وأشرف على مراسم تنصيب فوج العمل المشترك كل من وزير الصناعة أحمد زغدار وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفظ هني ووزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني ويضم فوج العمل مسؤولين عن القطاعات الثلاثة والهيئات والمؤسسة التابعة لها أحصت وزارة التربجة الوطنية ما يفوق الخمسة ألاف أستاذ متعاقد لتدريس مدأة اللغة الإنجليزية لتلاميذ سنة الثالثة ابتدائي في الموسم الدراسي 2022-2023 هذا حسب ما أفاد به بوعلام بلعور مفتش بالمفتشية العامة للوزارة هذا وأوضح السيد بلعور في تصريح إعلامي أن الوزارة ستوظف ما يفوق الخمسة ألاف أستاذ عن طريق التعاقد لتدريس اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الثالثة ابتداء وفي موضوع نخر دعا الدوان الوطني للحج والعمر عبر بيان له كفة وكالات السياحة والأصفار الرغب في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1444 هجري التسجيل والسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة وهذا ابتداء من اليوم الخميس 1 سبتمبر إلى غاية يوم الأحدى 16 من أكتوبر المقبل على أن يتم تسليم الترخيص وفقا للمواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة هذا وكان سبق للمدير العام للدوان الوطني للحج والعمر أحمد سليماني أن أشرف يوم الاثنين الفارط على اجتماع تنسيقي ضم إطارات الدوان الوطني للحج والعمر وممثلي البنوكة العمومية من أجل منقشة آليات وإجراءات التحويل المالي لقيم الخدمات التي تقدم للمعتمرين من قبل وكالة السياحة والأصفار استقبل اليوم وزير الطاقة والمناج محمد عرقاب سفيرة الجمهورية العربية السورية لدى الجزائر النمير غانم لدرسة إمكانية الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة سيما في مجال المحروقات وتسويق غاز البترول المثال وكذا مجال إنتاج الكهرباء والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقة المتجددة هذا وأشار الطرفان إلى فرص التعاون الكبير القائمة في قطاع المناجم خاصة في مجال استغلال الفوسفات وتحويله كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين لضمان تحقيق الأهداف المسطرة بين الطرفين دوليا قامت السلطات التركية اليوم الخبيص برفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20% ونحو 50% للقطاع الصناعي ما زاد الضغوط على التضخم الذي بلغ قرابة 80% شهر جوديا الفارض هذا وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الوردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والانخفاض الحاد الذي تشهده الليرة هذا العام إلى ارتفاع الأسعار محليا ارتفع تضخم في منطقة اليورو شهر أوتل منقضي بنسبة 9.1 بالمجمع على أساس سنوي الارتفاع الذي سيفاقم ضغوط على بنك المركزي الأوروبي الذي سيرفع بدوره أسعار فائدته قريبا وسط تخوفات من تدهور مستوى معيشة المواطنين بالمنطقة في رياضة كشفت وثيقة مسربة لفرق دوري الدرجة الثانية وما بين الجهات عن أرقام كبيرة لديون الفرق الناشطة بالقسمين أين بلغ مجموع ديون الفرق دوري الدرجة الثانية مجتمعة 140 مليار سنتيم وتصدر فريق سريع غلزان قائمة الأندية الأكثر مدينية بالقسم الثاني إذ بلغت ديونه حاجز 23 مليار سنتيم في محل فريق جمعية عين مليلة ثانيا بحجم ديون بلغت 18 مليار سنتيم حين وصل دين فريق أولمبي لندية إلى 14 مليار سنتيم خلفت فريق اتحاد أو خلفه فريق اتحاد عنابة ب15 مليار سنتيم وشابيب تسكيكدا ب16 مليار سنتيم بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم المجاز في عمان الله اشتركوا في القناة